الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإني أرحب بكم أعزائي من الدارسين والدارسات أجمل ترحيب وأفيدكم بأن هذه المادة المدخل إلى الثقافة الإسلامية هي من مواد الإعداد العام وقد رعي في معلوماتها البساطة والإيجاز مع إدراك القدر الكافي للعناصر المشروحة وقد دعمت الموضوعات المطروحة بمحتويات تثقيفية متنوعة لمن أراد الاستزازتها والتوسع ويهدف هذا المقرر إلى ترسيخ العقيدة الإسلامية الصحيحة المستمدة من الكتاب والسنة في نفوس الدارسين وإلمام الدارس بأصول الإيمان الستة وإدراكه لما ينافي الإيمان أو كماله وكيف يتقي ذلك وسنتناول في هذا المقرر بصفة إجمالية الموضوعات الآتية أولا التعريف بالثقافة والثقافة الإسلامية على وجه الخصوص ثانيا التعريف بالعقيدة الإسلامية ثالثا أصول العقيدة الإسلامية رابعا قضايا متفرقة وفي العنصر الأول سنتحدث عن تعريف الثقافة في اللغة والاستلاح ثم نتكلم عن مفهوم الثقافة الإسلامية ونبين أهمية دراستها ونتكلم عن مصادرها وخصائصها في العنصر الثاني التعريف بالعقيدة الإسلامية سنتحدث فيه عن تعريف العقيدة في اللغة ثم نتحدث عن تعريف العقيدة الإسلامية بالاصطلاح ونذكر العبارات المرادفة للفظة العقيدة نتكلم بعد ذلك عن العقيدة وأثارها وحكم معرفتها وحكم الدعوة إليها وسنتحدث في العنصر الثالث عن أصول العقيدة الإسلامية بداية بتعريفها ثم تعدادها وأدلتها وحكم منكرها بعد ذلك نبدأ بشرح أصول العقيدة الإسلامية فنتكلم عن الأصول الستة وهي الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره والشره سنتناول هذه الأصول بالترتيب فنعرف بها ونذكر الأدلة عليها من الكتاب والسنة ونتناول أهم المسائل المتعلقة بها فمثلا إذا ما تكلمنا عن الأصل الأول وهو الإيمان بالله فإننا نذكر معناه والأدلة عليه وأقسامه الثلاثة وهي توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات فمثلا إذا ما تكلمنا عن الأصل الأول وهو الإيمان بالله فإننا نذكر معناه والأدلة عليه وأقسامه الثلاثة وهي توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات نذكر تعريف كل توحيد والأدلة عليه ونركز على توحيد الألوهية ونتوسع فيه بذكر بعض المسائل الهامة المتعلقة بهذا التوحيد والتي منها بيان علاقة توحيد الألوهية في توحيد الربوبية والعكس ونتكلم عن حدوث الشرك في توحيد الألوهية ونبين خطر الشرك ووجوب الحذر منه ثم نتكلم عن الوسائل المهضية إلى الشرك ونذكر أنواع الشرك والأمور المترددة بين الشرك الأكبر والأصغر بعد ذلك نختم بالكلام عن بعض الألفاظ الذي لا يجوز أن تقال في حق الله تعالى ثم نتحدث عن توحيد الأسماء والصفات فنعرف به ونذكر الأدلة عليه ثم نتناول بعض المسائل المهمة المتعلقة بهذا التوحيد والتي منها الكلام عن وجوب احترام أسماء الرب تمارك وتعالى وبيان منهج أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات ثم نتحدث عن المخالفين في هذا الباب بعد ذلك نتكلم عن الأصل الثاني وهو الإيمان بالملائكة فنبين معنى الإيمان بالملائكة ونذكر الأدلة ثم نتناول الأصل الثالث وهو الإيمان بالكتب فنبين معنى الإيمان بالكتب والأدلة عليه والحكمة من إنزال الكتب ونعدد الكتب المنزلة ونبين حكم الإيمان بها ثم نتكلم عن القرآن الكريم فنذكر مخطص به عن غيره من الكتب السماوية بعد ذلك نتكلم عن الأصل الرابع من أصول الإيمان وهو الإيمان بالرسل في عناصر كثيرة فنبين معناه والأدلة عليه والحكمة من إرسال الرسل ثم نعدد الرسل الذين ذكروا في القرآن الكريم وحكم الإيمان بهم ثم نبين الفرق بين النبي والرسول ونتكلم عن تفاضل الرسل والنبوة وهل هي اصطفاء أم كسب ونتحدث عن دلائل النبوة والفرق بين دلائل النبوة وخوارق السحرة والكهان والمخترعات الصناعية ونختم بذكر خصائص محمد صلى الله عليه وسلم التي اختص بها عن غيره من الأنبياء نتكلم بعد ذلك عن الأصل الخامس وهو الإيمان باليوم الآخر فنبين معناه ونذكر الأدلة ونبين الأسماء المرادفة لليوم الآخر ثم نتكلم عن مفردات اليوم الآخر الرئيسة ونتحدث عن أشراط الساعة والبرزخ والبعث وما يكون بعد ذلك وهي مفردات القيامة من الحساب والصحف والميزان والمرور على الصراط والحوض والشفاعة والجنة والنار نتكلم عن كل هذه بشيء من الإيجاز ثم نتكلم عن الأصل السادس وهو الإيمان بالقدر فنبين معناه ونذكر الأدلة ونعدد مراتب القدر ونبين أنواع التقدير ثم نتكلم عن ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر بعد ذلك نتكلم في قضايا متفرقة مهمة فنتكلم عن نواقض الإيمان وعن قضية تقارب الأديان وأهل المعاصي ونختم بالكلام عن البدعة فنعرفها في اللغة والاستلاح ونبين أقسام الابتداع وأن منه ما يكون في العادات ومنه ما يكون في الدين ثم نتحدث عن أنواع البدع الدينية وأن منها ما يكون في الاعتقاد ومنها ما يكون في العبادات بعد ذلك نتكلم عن حقب الابتداع في الدين وخطره وأسباب ظهوره في المسلمين وموقف أهل السنة والجماعة من المبتدعة ومنهجهم في الرد عليهم ثم نذكر بعض البدع المعاصرة حتى يحذرها المسلم وفي الختام وقبل النهاية ومع بداية هذا الفصل ليكن هدفنا أن نرفع الجهل عن أنفسنا وأن نخدم مجتمعاتنا وأن نرقى بأمتنا ولا يغيب عن البال ونحن نمخر بحر الحياة أن نستحضر النية الصالحة في طلبنا للعلم لعل الله أن ينفعنا وفي هذا القدر كفاية وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد